تحقيق 7 ملايير دولار كرقم قياسي جديد لصادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات هو التحدي الجديد الذي رفعه رئيس الجمهورية بعد ملامسة قيمة صادرات 2021 لعتبة الخمسة ملايير دولار فهل يمكن تحقيق رقم قياسي جديد السنة في ظل المعطية الرهنة؟ أكيد باللي راح السعر التحهم يطلع والرقم يعني خارج محروقات يزيد يطلع على ديك الصعيب تكهن 7 ملايير دولارات ربما نحقه ربما نجوزه ربما نكونه يعني من معطيات حاليا نتاع سعر البترول يقول باللي معنوب يقول باللي محسوب السعر رح يترفع في هذا الباب ولكن المشكل بشي المشكل يعني واش لازم نشوفه واش لازم يعني الجزائر دير هي توسع عرض المواد يعني المواد لازم نعرضه يعني لوفر التعنا لتصدير اعتمدت الجزائر في تحقيق رقمها القياسي من الصادرات على حوالي 6 شركات حققت ما يقارب 80% من صادرات الجزائر سنة 2021 كما تنتج المواد المصدرة بدورها من خلال 70% من مواد نفطية كمواد اولية في تصنيعها هما صناتراك تصدر ما يسمى لنفطة هي اللولى كانت الشركات منتاع الاسميدة يصدروا يعني ما يسمى لزامونياك لزامونيطرات ودوري هذه النسبة ترفعت في 2021 لأنها مرتبطة مع سعر البيترول لأن مكونات سعر الاسميدة بصفة عامة تقريب 70% لقد انتعوا هو الغاز مكونات انتاع الصادرات خارج المحلوقات ما زال منطبط بسعر البيترول لأن 70% تصدير خارج المحلوقات هما مواد بيترو كميائية وصناتراك لكل ما يترفع يعني سعر البيترول هما القيمة تحب الترفع بلا ما الحجم يترفع يرجع الكثير من الخبراء ارتفاع صادرات الجزائر لارتفاع سعر المحروقات المستعمل في تركيب المواد المصدرة ما يربط ارتفاع قيمة صادرات 2022 خارج المحروقات ارتباطا مباشرا بسعر المحروقات خلال نفس السنة والتي يرتقب فيها بلوغ سعر برميل النفط المائة دولارا أمريكية اشتركوا في القناة